موسيقى السلام عليكم و أصدى الله و أوقاتكم بكل خير و حيكم و أدعوكم التواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الأكاديمي العربي من الأردن الدكتور عبد الباصط مراجدة موضوع حلقتنا لهذا اليوم السياب في بداكرة قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم عبرت اللجنة التحضيرية لمعرض عدن الدولي الثالث للكتاب عن أسفها لعدم إقامة المعرض في موعده المقرر نهاية كانون الأول الجاري وذلك لصعوبات واجهتها دور النشر في شحن الكتب عبر المنافذ البرية والبحرية مضيفة أن موعد انطلاق المعرض تأجل حتى السادس والعشرين من شهر آذار المقبل بعد تلقيها مائة وخمسين عملا من مختلف الدول العربية أعلنت لجنة جائزة منفل رواية العربية الإلكترونية الروايات العشرة الفائزة بجائزة دورتها الأولى الجائزة لن تمنح مكافأة مالية للأعمال الفائزة بل ستعمل على تحويلها إلى روايات مطبوعة وذلك بالتعاون مع ست دور نشر عربية تنتهي غدا السبت الثلاثون من شهر كانون الأول الجاري مهلة التسجيل للأفراد والمؤسسات في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية بمحاورها الخمس التعليم والتقانة والإعلام والتواصل وسياسة اللغوية والتخطيط والتعريب والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة تختتم غدا السبت أعمال الدورة الخامسة من معرض الكتاب بصفاقس التونسية المعرض الذي تنظمه جمعية الكتاب في المدينة شهد مشاركة ثمان عشرة دار نشر وتوزيع وبرنامجا شمل عديد اللقاءات الأدبية والعروض الحكواتية والمسرحيات وورش الرسم والمطالعة للأطفال والطلبة نبقى في تونس حيث أعلنت الهيئة العربية للمسرح أن الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي التي ستنطلق في العشر من شهر كانون الثاني المقبل ستشمل سبعة وعشرين عرضاً بينها أحد عشر عرضاً من تسع دول عربية ستتنافس على جوائز المسابقة الرسمية بالإضافة إلى عروض خارج المسابقة ولمسارح الهوات والعرائس أطلق مجموع اللغة العربية على الشبكة العالمية مسابقتين خاصتين باليوم العالمي للغة العربية وذلك في مجالي القصة القصيرة الموجهة للأطفال والشعر على أن يتصل موضوع القصيدة بشعار اللغة العربية والتقنيات الحديثة وسينتهي التسجيل بفرعي المسابقة يوم الرابع من شهر آذار المقبل حاز الفنان المغربي عبدالله الشاهدي على الجائزة الأولى في فرع الفن التشكيلي التي تمنحها الأكاديمية الإيطالية للفنون العالمية الجائزة التي تعد إحدى أهم الجوائز العالمية في الفن التشكيلي نالها الفنان المغربي عن لوحته إرهاصات نسوية التي تناولت وضع المرأة في المجتمع العربي أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الأكاديمية العربي من أردن الدكتور عبدالباصط مراجدة موضوع حلقتنا لهذا اليوم السياب في الذاكرة مرحبا بك دكتور عبدالباصط ضيفنا على فضاءات حياك الله أستاذنا وشكرا لهذه الدعوة الكريمة حقيقة وهذه المناسبة هي تقريبا في ولادة السياب وفي وفاته كما تعلم نعم يعني هذا الشهر يمر فيه ولادة السياب ووفاة السياب أيضا يعني حقيقة يعني أقدار نقف عندها أنه شاعر مثل السياب إنسان ترك بصمة في المشهد الثقافي في الواقع الاجتماعي للمجتمع العربي إنه ولادته ووفاته في شهر واحد وشهر شهر الثناث بدي أنا أتحدث يعني حضرتك أنت يعني ممن أولى هذا الشاعر دراسة معمقة يعني أصدرت كتاب الأول يعني أثر المضمون في الحياة والموت في شهر السياب والأصدار الآخر اللي هو التناص في شهر السياب بدي أنا أتحدث عن حياة هذا الشاعر والجانب الإبداعي من في إبداعات هذا الشاعر السياب أنت كتبت في الأثر مضمون الحياة والموت في البناء أو في بناء القصيدة ماذا وجدت كيف رأيت هذا الأثر جميل مبدئيا هناك مضامين متنوعة قد كتبها السياب وقد عبر عنها بالحياة والموت فارتبطت صورة الحياة والموت في محاورة متنوعة منها على سبيل المثال محور المرأة ومحور المرأة كما تعلم لديه حضور واسع وكم مما كتب السياب وبالتالي محور المرأة تطور وفقا للأبعاد النفسية لديه وكذلك الأبعاد الاجتماعية وربما السياسية أيضا في هذا الإطار هذا التطور يقرأ من خلال كيفية تصوير السياب لهذه المضامين هناك على سبيل المثال في البدايات كانت هناك معادلة واضح حتى في شعره العمودي وهو أن حضور المرأة يساوي الحياة وأن غيابها يساوي الموت وبالتالي عبر عن هذه الثنائية بشكل بسيط ثم الأمر تحول فيما بعد ذلك إلى حضور آخر التطور في هذا الحضور الآخر أيضا أدى إلى تطور في تشكيل النص لديه فأصبح صورة الحياة والموت لها طابع آخر يختلف عن الطابع الأول وهذا الأمر نجده في كثير من القصاد على المستوى الأبعاد الذاتية له وعلى مستوى ربما يكون أعمق الأبعاد الذاتية كثيرة جدا وحضور المرأة عند السياب بكل ظروفه حتى في شكله كانت دائما مقاطعة للسياب وكان هذا أمر ربما يلح عليه فقد عبر عن كثير من هذه المواقف بمثل صور الحياة وصور الموت التطور الأعمق على سبيل المثال وهو أنه عبر بصورة المرأة وفق أن تكون رمزا ولا أدل على ذلك من رائعته التي هي أنشدة المطار فالمخاطبة في البداية من هي؟ هل هي فتاة؟ عيناك غابتان خيل ساعة السحر أو شرفتان راح يلا عنهم القمر عيناك حين تبسمان ترق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجذاف أهلا ساعة السحر كأنما تنبض في غوريهم النجوم وتغرقان في ضباب من أسن شفيف كالبحر يسرح اليدين فوقه المساء دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف والموت والميلاد والظلام والضياء إلى آخر النص فالمخاطبة هنا وهي أصلا في صورتها الأولى هي مرتبطة بحركة وجودية كاملة لأن النص هذا النص الشعري بالتحديد فيه دورتان الدورة الأولى وهي دورة وجودية يتحدث فيه عن الموت والحياة الوجودي والدورة الثانية وهي دورة أيضا مرتبطة بالثورة في العراق في تاريخها القديم أعتقد في 1958 بين نهوض العراق وبين تعثره وارتباط المرأة بهذا الشكل فإن أردنا أن نتحدث عن المرأة هنا على سبيل المثال في أنها هي الأم بين قوسين هي الوطن وأنت تعرف بأن المرأة تشكل أرضية ثرة لأن تكون رمزا لأشياء كثيرة منها أن تكون الأم الوطن فهل المخاطبة الأولى هي الأم الوطن أم هي الأم الحقيقية التي فقدها السياف في طفولته فتتحول المرأة هنا من الحديث عن العراق إلى الحديث عن الذاتية والحديث عن الدائرة الوجودية ويربطها بقوله كأن طفلا بات يهدي قبل أن ينام بأن أمه التي أفاق منذ عام وحين لج في السؤال قال له بعد غد تعود لابد أن تعود وانتهى مسار رفاق وأنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود تسف من ترابها وتشرب المطر إذن ارتباطات المرأة هنا الآن تبدلت شيء ربما عن الأم عن الأم الآن هل هي الأم الفعلية؟ نعم هي الأم الفعلية الآن عندما يتحدث عن لاحد يتحدث عن قبر يتحدث عن موت يتحدث عن فراق يعني أكيد هنا المقصودة الأم وربما هو توسع في هذا المفهوم صحيح إلى أن يتصور القارئ المتلاقي أنه ذهب أوسع من ذلك صحيح لحظ الأم وجودها مثلا في شعره عندما كان مريضا وفي نهاية حياته وقد أدرك ربما أن الأمور يعني هي مآلها إلى الهلاك وإلى الموت فأصبحت الأم هي كأنها تدعوه إليها وكأنه يرغب بالذهاب إليها بغض النظر إن كان خائفا أو كان مطمئنة إلى هذا الذهاب إذن هناك تطور كما ذكرت من البداية حول هذه المضامين وفق سيرورة حياته نعم ثقافيا ونفسيا المرأة تظهر بأشكال متنوعة وعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن كوننا نتحدث عن مرضه إذا لاحظت فإن السيابة دائما كان يلهث خلف المرأة في شعره نعم لكن عندما أصيب بالمرض وأصبح فاقد لأشياء كثيرة تماما نعم إن قرأت فيه قصيدتين قصيدة حامل الخرز الملون وقصيدة رحل النهار المرأة هي التي تنتظر الذكر ولا يأتي نعم في نهاية الأمر إذا جاء الذكر إليها بين قوسين السياب بين قوسين السندباد أو من هو مشهور في عوليس البحار في الأساطير وهو يجمع بين كل هذه الأساطير وهذه المضامين المرأة تنتظر ولا يأتي نعم وهذا يشير إلى أن ثمة خلل ما ربما يكون عضويا ونفسيا أدى إلى حضور المرأة بهذا الشكل فقدان الأم مبكرا يعني نعم الواضح أنه من خلال متابعة قصاعد السياب أن حضور المرأة دائما حضور الحزن والألم والحرمان والفقدان بعضهم يعني يعزو ذلك لأن المرأة لم تكن المرأة الحبيبة أو العشيقة لم تكن حاضرة أو قريبة من السياب لظروف معين عاش السياب بعضهم يقول أنه الفقدان مبكر للأم أعطى لحضور المرأة هذه السوداوية في مشهد أو المشهد الشعري للسياب أنت من خلال قراءتك للسياب ماذا ترجح؟ والله هو المشهد السوداوي هو يا عم شعر السياب حقيقة والكتاب الذي كتبته لو نظرنا فيه ما كتب فعليا هو عنوانه أثر مضمون الموت والحياة على غير المنطق الطبيعي يجب أن تسبق الحياة الموت لكن قضية السوداوية وهي أساسية تماما في شعره بشكل عام أنت عندما تقرأ السياب لا تجد جانبا إيجابيا إلا وقام السياب بنقضه بأكثر من صورة وهذا أسلوب من أساليب السياب في أنه إن أراد أن ينقض شيئا أو أن يبشع في صورة شيء قام بنقضه بصور متتالية متتابعة لا يكتفي بنقضه بصورة واحدة وبالتالي العموم في شعره هو هذه السوداوية المأساة وكثير من النقاد من قالوا بأن السياب قد تقلب وفق أبعاد فكرية متنوعة فبدأ رومانسيا وانتهى ذاتيا وبينهما كان شعوعيا وكان قوميا والجانب السياسي له حضور في ذلك نعم لكن السياب من بدايته إلى نهايته يتحدث عن السوداوية وعن المأساة وبالتالي هو كما أزعم هو رومانسي من بدايته إلى نهايته بالنسبة لوجود المرأة وجود المرأة في طابع معقد تماما من خلال الأبعاد النفسية عند السياب ومن خلال حتى شكله الذي يقول عن وجهه وجوهنا كأنها اليابان وأنت تعلم وكثير من من وصفه قالوا بأنه لم يكن جميل المنظر وهذا الأمر يعني النساء لا ترغب برجل على هذا الشكل وبالتالي كان دائما هو في إطار من الصد وفي إطار من عدم القبول من المرأة للحد الذي وصل فيه الأمر لأن يتغزل بالميتات وإن قرأت في قصيدتين أو أكثر لوفيقة التي ماتت وكان ربما يعشقها فتغزل في نهاية حياته بها شباك وفيقة في القرية نشوان يطل على الساحة كجليل تنتظر المشيه ويسوع وينشر الواحق إلى آخره نعم انتقال السياب من الكتابة أو ربما يعني لم يتجاوز الكتابة عن المرأة عاد إلى الكتابة عن المرأة انتقال السياب إلى الكتابة في المشهد السياسي في قصيدة فجر السلام هذا الانتقال هل هو هروب أم هو يعني أن ينهل الشاعر من الواقع الذي يعيشه معروف في تلك المرحلة مرحلة السياب كان العراق مضطرب سياسيا انتقال من الحكم الملكي للحكم الجمهوري والحكم الجمهوري لم يستقر أيضا هناك ثورات وانقلابات إلى آخره هل هذا الواقع هو حالة طبيعية يمر بها الشاعر أم انتقل من موضوع المرأة إلى موضوع السياسي لهروب من واقع معين ليست القضية قضية يعني انتقائية أو قضية يعني يمكن أن تكون لها حدود قاطعة هنا نترك المرأة لنتحدث عن السياسة لا لكن على ما يبدو وعي السياب السياسي وعي السياب وحبه للعراق حبه للوطن العربي كتب السياب ليس فقط عن العراق السياب كتب عن المغرب العربي وكتب عن جميل أبو حيرد وكتب عن هزيمة 48 أمام اليهود وكان له هم واسع تماما إلا أن المشهد السياسي للاضطراب في العراق كان له نصيب الأسد وهذا أمر طبيعي وبالتالي هي القضية ليست قضية حادة بأنني سأقف هنا ثم أتحدث لكن الظروف التي مر بها السياب ومنها الظروف السياسية والوعي السياسي لديه ووجود وعي معين في أنه دخل في الحزب الشيوعي في فترة ثم تخلى عن حزبيته هذه ثم أصبح قوميا وإلى آخر هذا هذا الأمر على ما يبدو أنه كان له حضور شديد تماما في صراعات العراق وخاصة في ثورة 58 وفي محاولة لقيام هذه الثورة ثم الإحباط ومن بعدها لما جاء عبد الكريم قاسم في هذا السياق من بعد الثورة على الملكيين أيضا اكتشف السياب أو وعى السياب أن هذه الثورة لم تأتي أكلها بالشكل الصحيح وإنما بقي السياب على حالة من التوتر تماما كما هو الواقع في العراق وبالتالي هو أيضا كتب عن أشعار كثيرة عن هذه الفترة بوعي مطلق لما يدور وقد عبر عن ذلك بقصائد متنوعة استخدم فيها أو وظف فيها التراث بشكل عام وهذا التراث واختيارات التراث وخاصة تموز بالتحديد قبل أن أتحدث عن جانب الأسطورة أو التراث في شعر السياب أريد أن أتحدث عن جانب مهم أنت تعرف حضرتك أنه الانتقال من الشكل التقيدي القصيدة إلى الشكل الآخر قصيدة التفعيلة أو ما سمي في مرحلتها في بداية هذا الخط هذا المنهج بالشعر الحر ثم أصطلع عليه شعر التفعيلة يعني كل الأبحاث تشيري أن السياب أول من خط هذا الخط وانتقل من القصيدة العمودية إلى القصيدة قصيدة التفعيلة أو قصيدة الحرة في الدراسة التي حضرتك قدمتها وهو أثر مضمون الحياة والموت في بناء القصيدة لدى السياب وجدت أنا من خلال متابعة هذا الكتاب أغلب القصائد التي تناولتها في هذا الموضوع هي القصائد العمودية للسياب يعني الآن في الغالب المشهد الشعري عندما يتناول فيه السياب دائما تحضر قصيدة التفعيلة أو الشعر الحر حتى بعضهم يعتقد أو يتصور أن السياب لم يكتب قصيدة القصيدة العمودية مع أنه بداياته كانت قصيدة قصاد عمودية نتحدث عن هذا الانتقال من الشكل التقليدي للقصيدة إلى القصيدة الحرة جميل جميل أولا يعني القراءة الأكاديمية يجب أن تأخذ المجموع الكامل للكتابات وبالتالي وجدت أنه لابد من الاطلاع على الكتابات التقليدية لديه أو ما يورف باسم القصيدة العمودية وإلا أن الأدوات فيها لم تكن إلا على بساطتها وعلى شكلها التقليدي فتحولت القصيدة عند السياب وأظن أنه الرائد الأول في مثل هذا الأمر ألمن بأن هناك إشكالية نقدية في هذا الإطار منهم من يشير إلى أن البدايات أو الإرهاصات لم تكن عند السياب وإنما كانت هي تابعة لبا كثير وهو شاعر معروف وقالوا بأن أول من بدأ وعلق الجرس إذا صح التابير هو با كثير ثم منهم من قال بأن شعراء نازك الملائكة أيضا نسب إلىها وهناك من يقول أنه نازك بدأ قبل السياب والسياب بدأ قبل نازك صحي هي القضية أستبعد فيها الإطار الزمني هناك قصيدتان قصيدة لنازك الملائكة التي هي الكوليرا التي ربما نشرت في عام 1946 وهناك قصيدة أخرى للسياب له هل كان حبا التي نشرت ربما بعد صدور هذه القصيدة في المجلة نفسي نعم في المجلة نفسي لكن ربما ابتعدت أشهر أو شهر إلى آخر هذا الأمر ليس المراد في قضية الريادة هو السبق الزمني ليس السبق الزمني وإنما المراد في هذا الأمر هو من أسس فعليا لحضور شعرية جديدة في النص هل نازك الملائكة أم با كثير أم شعراء المهجر كما يذكرون يشير إحسان عباس رحمه الله في كتابه عن بدر شاكر السياب وشعره أن القصيدة الأولى التي يعتقد بأنها تؤسس لمفهوم جديد للنص الشعري هي قصيدة في السوق القديم لبدر شاكر السياب وهي متأخرة نوعا ما عن البدايات وأنا مع هذا التوجه لأن مفهوم التجديد هو مفهوم ليس مفهوما مرتبطا بزمن وإنما هو مفهوم قائم على التقنيات والأساليب التي يمكن أن يبتدع المؤلف أنه كان فهو صاحب الريادة في ذلك هل كان حبا في زمانها؟ لكن يذكر إحسان عباس وأنا هذا التوجه كما ذكرت في أن في السوق القديم هي الأولى في أن تكون قد أسست الآن مفهوم الشعرية الجديد وهذا المفهوم في لغة السياب في توظيف التراث عند السياب في طاقة الجملة الشعرية في الانحراف الأسلوب لديه في كل هذه التكوينات التي تشكل شعرية النص هي قفزة نوعية عما هو موجود عند الكلاسيكيين أنا أحب الشعر القديم حبا مطلقا لكن أدوات الشعر القديم إذا أردنا أن ننظر الموضوع من جانب واقي جانب فني جانب ذوقي هناك من ينتقد السياب على هذا الانتقال يقول أنه ليس تجديدا معنى التجديد أو الانتقال لا ما هو أجمل ولكن محاولة القفز على صعوبات القصيدة العربية وقيود القصيدة العربية وهناك من قال في هذا طبعا النزار قباني قال أنه هو خروج أو محاولة هروب أو محاولة القفز على صعوبات القصيدة العمودية وتحدث عن نظام عدد التفعيلات نظام الشطرين نظام حرف الروي نظام القافية كلها يقول قيود وهناك من يقول لا أنه السياب وصل إلى مرحلة أنه وجد القصيدة العمودية أو ما يسمى القصيدة العربية الكلاسيكية أنه غير قادر على أن تستوعب اضطراباته وانفعالاته وحاسسه من رؤية نقدية فنية أسمع منك كما قلت لك شعرية مريء القيس تختلف عن شعرية السياب ومفهوم القفز ومفهوم أن القصيدة القديمة فيها تقاليد نعم هي القصيدة القديمة فيها تقاليد الأدوات التي يوظفها السياب في فهم الكون هو تطور وليس يعني هي مجرد مخالفة لما هو موجود في الشعر العربي الكلاسيكي إذا صح التعبير وهو الشعر التراثي المتعارف عليه لذلك وجد أن القصيدة الجديدة ربما تمتلك قدرة على أن تستوعب ما يرغب في أن يبثه في شعره الشعر القديم على سبيل المثال شعر ثقافته تختلف عن ثقافة الحديث العصر القديم ربما يكون أبسط بكثير عن هذا العصر المعقد إشكالية الإنسان والإشكالية الوجودية وهذا الكون الواسع المضطرب سياسيا ونفسيا إلى آخره ربما كانت القصيدة التي أتى بها السياب تستوعب كل هذه الطاقة لأنها فعليا تستطيع أن تستوعب هذا الأمر قضية الهروب هو ليس الهروب لأن السياب قد كتب في الشكل التقليدي هو بدأ نعم بدأ فيه لديه لديه يعني السياب يوضع في مجموعتين ديوانه يقسم إلى قسمين واحد كله على النظام القديم والآخر على النظام الجديد إلا أن شعرية نص في ما يكتب حديثا ربما أقدر على نفهم هذا الكون وربما أقدر على استيعاب الأبعاد النفسية ليس للسياب وإنما للسياب المتلقي معذرة دكتور سنكون بعد الفاصل سنعود لهذا الموضوع بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الأكاديمية العربي من الأردن الدكتور عبد الباصط مراجدة موضوع حلقتنا لهذا اليوم السياب في الذاكرة أعود إليك دكتور عبد الباصط كنا نتحدث عن انتقال السياب من القصيدة العمودية والقصيدة العربية إلى الشكل الجديد وقلنا هناك يعني من يقول قلت أنا عن نزار قل نزار هو قفز أو انتقال إلى من القصيدة العمودية وقيود القصيدة العمودية إلى الفضاء الجديد يعني أنت قرأت وطلعت على تجربة السياب بعمق قرأت القصيدة العربية لديه وقصت القصيدة ما تسمى الكلاسيكية والتقليدية العمودية والقصيدة الحرة وقصيدة التفعيلة هل وجدت اختلاف في تحليق الشاعر هنا وهنا نعم كما ذكرت من البداية بأن شعرية النص الحديث اللي هو شعر التفعيلة وخاصة عند السياب يمتلك شعرية وخصوصية معينة يختلف فيها عن الشعرية القديمة الشعرية القديمة لها فعلا ضوابط لها ضوابط وانت ان قرأت في نظرية موجودة عند العرب نظرية نقدية وهي عمود الشعر انهم ارادوا شرف المعنى وصحته وسلامة اللفظ واستقامة وجزالة اللفظ واستقامته والمقاربة في التشبيه وهو هذه تقيس القصيدة الجميلة من غير الجميلة لكن هذا التطور الذي حصل على الكون وواكب السياب وزملائه أيضا واكبوا هذا التطور أدى إلى حضور ما يعرف باسم شعر التفعيلة والشعر الذي هذا لا يلتزم بالقواعد الأولى وهذا أمر طبيعي لاحظ القصيدة العربية القديمة انتحدثنا عنها مرت بتجارب وبتطورات متنوعة للحد الذي قال فيه أبو العتاهية أنا أكبر من العروف وإن قرأت أنت في الموشحة الأندلسية تجد بأن الموشحة تأخذ في جزء منها بالخليل بن أحمد في بحور الشعر وفي إطار آخر لا تأخذ به وشكل النص الشعري في الموشحة موسيقيا يختلف عن ما هو موجود عند الخليل بن أحمد الفراهيدي للحد الذي وصل فيه أن يخرجوا عن بحور الشعر المتعرف عليها عند العرب وللحد الذي وصل فيه على ما أظن الأعمى التطيل أن يقول بأن الخرجة وهي آخر قفل إذا كانت عامية أو ليست عربية أصبحت أجمل فلذلك هناك تطورات لم تكن القصيدة العربية ثابتة تماما عند دخول العرب بالإسلام وجدنا شيء معين أبو تمام نجد لديه أشياء جديدة لم تكن عند العرب أبو نواس وهكذا إلى آخره فهذا تطور تطور طبيعي لكن قضية الشعر الحديث هذا وشعر التفعيل تشكيله كاملا يختلف عن التشكيلات السابقة له وبالتالي ما يشكله بدر شاكر السياب في شعرية النص يختلف بطبيعة الحال عن ما هو شعري بالنسبة للقدماء للحد الذي شعرية النص عند القدماء في تعريفهم للشعر قالوا بأنه كلام موزون مقفى له معنى نعم لكن مفهوم الشعري الآن مفهوم يقع في أطر متنوعة ومختلفة تماما تتناسب ربما مع العصر وحتى يعني الشعر الكبير السوري نزار قبان هو يكتب أيضا على التفعيل وكتب اللونين طبعا نعم كتب اللونين كما أن بدر شاكر السياب قد كتب اللونين نعم وكتب من مجموعات كبيرة اللون الأول وهو اللون الكلاسيكي أنا أزعم بأن هذا نوع من التطور هذا التطور يعني صحي ومقبول لماذا لا نقبل بشيء جديد وفعليا نجد كل الدراسات الآن نعم هي قائمة في في الشعر الحديث أو شعر التفعيلة كما يقولون أو الشعر المعاصر إلى آخره نعم مضمون القرية والمدينة عند السياب دائما تجد يعني وردت نقيضين طبعا يعني المعروف أن ابن القرية عندما يتقى المدينة يبهر بالمدينة وغالبا ما يتعلق بالمدينة ويهجر القرية إلا في ضروق في الأعراف والبرتوكولات التي تفرض عليها أن يعود إلى القرية ويتواصل مع القرية السياب عكس ذلك عندما تقل إلى المدينة يعني لم لم يتعلق بل لم تنشأ علاقة انسجام مع المدينة وكان دائما ينظر إلى كأنها حياته موت ينظر إلى إلى المدينة على أنها الموت والقرية هي الحياة ودائما يعود إلى القرية صحيح بدي أن أعرف ما أسباب الأسباب التي أعطت هذه الصورة لل صحيح للسياب هو حقيقة في الشارع بشكل عام وحتى في الأدب المعاصر المدينة عادة يعني لم تكن بيئة يعني جيدة بالنسبة للأدباء في هذا العصر المدينة من وجهة نظرهم هي السلطة السياسية التي لا يرغبون بها عادة ليس فقط السياب وإنما عند كثير من الشعراء المدينة الإحساس بالغربة والضياء المدينة هي المادة وهي عكس شعرية الشاعر وتوجه الشاعر لذلك هم ينقلبون عليها ويرغبون في مكان آخر هذا المكان الآخر الذي فيه الطهر وفيه أوليات حياتهم وفيه الضدية مما هو موجود في المدينة بالتالي رغبة الشعراء ربما أستثني الشعراء الفلسطينيين لأن المدينة بالنسبة لهم شيء يحبونه لأنه قد أخذ غصبا منهم المدينة كما ذكرت طبعا هذه قاعدة ربما يشذ عنها بعض الناس لكن القاعدة الأساسية هو كما ذكرت للحد الذي لو تقرأ في المومس العمياء المومس العمياء وصف هو وصف للمدينة في بدايتها المقدمة كانت لوصف المدينة المدينة والعابرون إلى القرارة مثل أغنية حزينة هذا في المدينة ثم يقول المال شيطان المدينة ويتحدث عن فاوست الأسطورة التي تشير إلى الذهب والأشياء المادية المدينة هي مكان الخطى المدينة كعيون ميدوزا تحجر كل قلب بالضغينة المدينة تشرب الليل المرة فلا يوجد نهار أصلا فيها الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينة والعابرون إلى القرارة مثل أغنية حزينة وتفتحت كأزاهر الدفلة مصابيح الطريق كعيون ميدوزا تحجر كل قلب بالضغينة من أين جاء هذا الليل من أي الكهوف من أي إلى آخر هذا الوصف هو نقيض لأوصاف القرية القرية مكان للطهر القرية مكان فيه البراءة الأولى التي يرغب السياب وغير السياب ربما با في أن يتعايش معها فهي بيئة ليست عدائية وإنما هي بيئة أجمل هذه هاتان البيئتان صورهم السياب إما بصور دالة على الموت والمدينة أيضا ترتبط عند السياب بغربته خارج وطنه ليس من أب الخصيب إلى بغداد وإنما من أب الخصيب أو من بغداد إلى بيروت إلى الكويت وأنت تعلم بأنه مات هناك في المستشفى الأميري في المستشفى الأميري وبالتالي بالنسبة لهذه المقارنة هي مقارنة طبيعية البعد النفسي يفرض على السياب مكان يعبر عنه بطريقة والمكان الأخر يعبر عنه بطريقة أخرى أيضا راجع لهذا البعد النفسي وهذا البعد الثقافي نعم أعود إلى موضوع الانتقال من القصيدة العمودية لقصيدة الحرة قرار اتخاذ القرار الذي اتخذه السياب كيف ترى هل هي شجاعة أم تمرد على ما هو مألوف أنا أشرت إلى أن النص الجديد أو النص الحديث أو شعر التفعيلة هو تقريبا ولادة طبيعية لظروف ربما كانت في ذلك الزمن لم تعد ربما القصيدة غير التقليدية قادرة على حمل ما هو موجود في الأفق الجديد وبالتالي السياب يعني قاد هذا الركب بغض النظر كان عن وعي أو من فطرة سليمة في اتخاذ هذا القرار إذا كان اتخذه وإنما هي الأمور على هذا الشكل يعني القصيدة الجديدة تستطيع أن تعبر عن إشكالية السياب وعن الإنسان عن الإنسان بشكل عام أو الإنسان العربي بشكل خاص وبالتالي أصبحت تحمل أوزار هذا الموقف السياسي أوزار هذا الموقف الذي له حضور للمرأة فيه أوزار الإشكالية القرية والمدينة إلى آخر هذه الأمور بالتالي هذا النمط الجديد من الكتابة في هذا الحضور أظنه يعني شرعيا وطبيعيا ونوع من التطور الطبيعي تماما ولا ضير في ذلك هذا الأمر طبيعي كما ذكرت من البداية أن شعرية النص عند السياب أصبحت جديدة حتى تستوعب كل ما ذكرت من قبل اللغة الشعرية الطاقة الطاقة اللغة التي يوظفها السياب لاحظ على سبيل المثال عندما يتحدث عن دار جده يبدأ بقوله مطفأة هي النوافذ الكثار وباب جده موصد وبيته انتظار إلى آخر النص الآن لاحظ هذا الانحراف في الذي تمتلكه اللغة الشعرية عند السياب وهذا جزء من شعرية النص وشعرية الخطاب بالتالي لاحظ بأنه بدأ بالنكرة اللي هو الخبر ثم أرجع المعرفة اللي هو المبتدأ المعروف مسحة الحزن نعم دكتور مسحة الحزن التي تسم بها شعر السياب حتى البدايات يعني طبعا مؤكد أنه السنوات الأخيرة ما بعد الثورة بعد ثمانية وخمسين مر بمرحلة مرض إلى أن توفي عام أربع وستين في أحد مستشفيات الكويت يعني لماذا هذا المشهد المأساوي دائما حتى في بدايات السياب هل كان يتنبأ بهذه النهاية المأساوية نبوءة شاعر أم أن ظروف الحياة التي عاشها السياب في تلك المرحلة حرمان الأم لم ينسجن في المدينة عندما انتقل إلى الدراسة إلى بغداد يعني دائما يحن إلى إلى القرية هل كما قلت هي نبوءة أنه السنوات القادمة ستكون سنوات عسيرة أم هو ينهل من المحيط القاسي الذي يعيشه أولا قضية نبوءة شاعر هذا أمر يعني متعارف عليه نعم ولا إشكال في ذلك القضية الأخرى اللي هو أن السيابة مشبع تماما بالأحزان ولديه حياة حافلة بكل ما يمكن أن يكون سيئا بالنسبة له على المستوى الشخصي وبالتالي هذا الأمر ربما أدى به إلى أن تكون لديه مركبات نقص كثيرة تماما نعم وأدت به إلى أن ينتج هذا الإنتاج السوداوي كما ذكرت من البداية أنا تحدث قلت لك أنني تحدث عن الموت أولا ثم عن الحياة لأن الفضاء الحياة لديه لا يتملك النص الشعري عنده وإنما الأكثر حضور في الفضاء النص هو قضية الموت بشكل أكبر هذه السوداوية لها ربما أسباب كثيرة تماما تخص البعد النفسي عند السياب وفي الظروف التي عايشها السياب وهذا الإنسان الحساس الذي ووجه بكل ما يمكن أن يكون خطأ من وجهة نظره ربما أدى به إلى أن يظهر بمثل هذا المظهر السوداوي ويعني شعره ينبي عن ذلك تماما سمات فنية في بعض نصوصه أنه إن ذكر كلمة جميلة أعاد صياغة جمل كثيرة جدا حتى تنقذ هذه اللفظة وبالتالي كثير من أشعاره يستخدم في هذا الأسلوب أسلوب آخر أيضا في أنه ينقل اللفظة من حقلها الدلالي الإيجابي إلى حقل دلالي مناقض له وهو سلبي نعم على سبيل المثال ونحن نتحدث عن مفهوم الريح والرياح نعم نقول بأن الرياح على سبيل المثال في تراثنا فيها إشارات كثيرة إلى الخير وإلى القصر في قصيدة من قصائده في عرس في القرية نعم يتحدث عن أن الرياح توقع ثمار النخيل وتجهيضها وتتحول إلى إحساس بالموت إذن هو لديه أساليب كثيرة تماما في أنه يحول ما هو جميل إلى شيء قبيح ولا يكتفي بذلك وإنما يقبح ولا يكتفي بذلك وإنما يأتي بشيء الأكثر قبحا إلى نهاية هذا المر هذا الأمر النفسي حقيقة ربما يجدر بنا البحث في حياة السياب بشكل أكثر دقة حتى نتملك أن نجيب عن هذا التساؤل هذا المشهد الحزين والمؤلم في شعر السياب هل هو الذي أعطى هذا الصدى من أن تكون له هذا البصمة الواضحة في المشهد الثقافي العربي أم أنه مبدع يستحق هذا الصدى وهذا الضجيج في المشهد الثقافي لم أجد فعليا من يقرأ في الشعر الحديث إلا وجدت أن السياب له حضور وأنه ثم تنصيب له إما في دراسات منفصلة وإما في دراسات بشكل عام السياب شعر وهذه يعني شهادة أزعمها لأنني أعرف وقد قرأت فيه كثير تماما من قصائده وقد تعمقت في محاولة لكشف جماليات تعبيره وكشف الأساطير فيها وتعالقاته النصية والأبعاد الفنية التي تمتلكها هذه اللغة المفعمة بطاقة كبيرة جدا من الجمال لذلك هو شاعر ومن من لا يحب الشاعر وبالتالي ميزة السياب بأنه قد ظهر ليس فقط مجرد الريادة هذه الريادة نتركها لكن أيضا هو شاعر لديه شعرية خاصة وأنا أكتب في يعني فيما سبق عن السياب والتناص عند السياب يعني أشرت إلى أن شعرية السياب مختلفة عن شعرية الشاعرين الآخرين وهما أظن أمل دنقل ومحمود درويش أمل دنقل ومحمود درويش محمود درويش ثقافة عالية تماما وبالتالي هذه الثقافة العالية ربما تؤثر في مفهوم الشعرية لديه أمل دنقل محصور في إطار التراث العربي الإسلامي بشكل فيه حضور لتوظيف التناص بالشكل المباشر أما السياب فشعرية عالية ويحاول أن يكون شاعرا قبل تفضل وظف السياب وحديث عن التناص وعن الأسطورة والتراث يعني في قصيدة شباك وفيقة تحدث عن عملية ربط بين النص الحاضر والنص الغائب هو الأسطورة في شباك وفيقة ويتحدث عن وفيقة و يعني ضمن هذه القصيدة أشتار أو أشتروت كما تسمى رمز الحب والجمال عند البابلين يعني كما معروف أنه يعني قصيدة وفيقة هذا نص حاضر يعيشه الشعر والأسطورة دائما نص غائب كيف وجدت التوظيف بين النص الحاضر والغائب نعم قضية التناص هي قضية سهلة وصعبة في الوقت نفسه نعم مفهوم التناص أن تدخل نصا بنص حتى وإن كان النص بين قوسين بأنك اجتزأت نص غائب ووضعته في نصك الحاضر نعم لكننا نقرأ التناص على أن يكون أسلوبا وتقنية جمالية وبالتالي عملية الجمال في كيفية توظيف النص الغائب في النص الحاضر نعم أنت تحدثت عن وفيقة شباك وفيقة السياب أو شار السياب مفعا بالأساطير وبحضور السيد المسيح والصلب وفكرة الفداء المسيحية وكثير من الكثير من الأساطير ومن النصوص الغائبة ومن القرآن الكريم طرائق التوظيفية كما ذكرنا طرائق متنوعة تبدأها بالتناص المباشر وهو أن تذكر النص صراحة وفي بعض المرات يكون هذا النص مقارب تماما لسيرورة النص الحاضر عندنا نص غائب يكون موافق للنص الحاضر تماما يشبه التضمين والاقتباس لكن الإيجابية في محاولة توظيف التناص أن يقوم على مفهوم الهدم والبناء أن تجعله يترك ذاكرته التراثية إن كان تراثيا ليبنى بناء جديدا وفق سيرورة النص والبعد النفسي للشعر هذه الأنماط موجودة عند السياب النمط الثالث وهو الأعلى حضورا وهو أن يذكر بالتلميح ويكون جزء من يعني نسغ القصيدة لا تستطيع أن تكتشف إلا بالقراءة المعمقة وربط هذا النص الغائب ببنية تحتية للنص حتى تتمكن من تأويله على سبيل المثال وإحنا كنا تحدثنا عن انشودة المطر انشودة المطر من بدايتها إلى نهايتها تقوم على حضور الموت والحياة حضور الموت والحياة هذا الحضور والبنية أو المضامين التي يطرحها في صورته هي مضامين زراعية وبالتالي هذا الحضور الدوري للموت والحياة الموت والحياة والاختلاط بين هذا الحضور جعلنا نقول بأن السيابة يوظف أسطورة تموز لأن هذه الحركة لاحظ حركة لم يتحدث عن تموز هذه الحركة وحضور صور الصور الزراعية جعلنا نؤول أن النصة حركته تشبه حركة تموز يهبط إلى عالم الموت تموز نصف العام ثم يعود مرة أخرى فتنتشي الأرض وتبدأ الزراعة بالخصب إلى آخره تماما كما هي حركة القصيدة أنشودة المطر عند بدر شاكل السياب إذن هناك أنواع وأنماط والسياب لديه حضور كثير من هذا النوع الثالث شكرا لك لا أفو الأكاديمي العربي من الأردن الدكتور عبد الباصط مراجدة شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة ودعوكم متواصل مع باقي فقرات البرنامج شكرا لكم 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 حسن المتابعة ودعوكم التواصل معنا عبر حلقاتنا القادمة من برنامج فضاءات حتى ألتقيكم في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم